بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلبات وطلبات صف الخامس الابتدائي ان شاء الله نكمل مع بعض ده on page 47 هناخد day 3 على reading skills على مهارات القراءة طبعا السؤال الرابع في العرقة الامتحانية بيكلم على matching read and match a with b I love chocolate طواما بقول I love chocolate وجاب لي كومة يبقى بعدها but I love chocolate but it isn't healthy انا بحبي شوكولاتة ولكنها غير صحية بحط هنا one what sports do we have sports what sports do we have ايه الرياضات اللي احنا هناخدها and we have sports like football and tennis كالكورة القدم و تنس number two number three I wear my goggles goggles اللي هي النظارة اللي بتطلبت السباحة اللي بتلبس في حمام السباحة عشان عينك متخش فاهمين I wear my goggles when I go swimming عندما اذهب للسباحة that's number three that's number three Egyptian كنافة اسمن اللي هم الحرفيين المصريون او اصحاب الحرف المصرية made بصنع ايه beautiful paintings رسومات و اشكال جميلة that's number four what's number four السؤال اللي بعده سيبقى كله ماتشنج بقى 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 اوز بي ecotourism ecotourism للسياحة البيئية help us to protect the wild life بتحمل wild life that's number one we need to pack pack يعني يحزم اشياء و ملابسه pack our our ايه اللي امتاع بتعاتنا set cases اللي هي الحقائب هيحطوا الحاجات بتعاتو في الحقائب بقى number two my uncle grows grow يعني يزرع بيزرع ايه onions and potatoes البصل والبطاطس بقى number three what would you what would you ده سؤال يبقى في الآخر يبقى فيه كوشن مارك اصلاف كوشن مارك واحدة اللي هي هنا what would you like what would you like for lunch تحب تكون ايه على الغداء number four exercise c برضو matching the desert has hot طبعا السحرة اه ضرقة الحرقة فيها او التقص فيها طبعا ده اصلاف حاجة خاصة خالص لماذا قال لك لأن the desert has hot days and very cold nights بالنهار حر جدا و بالليل cold جدا number one to chub كلمة chub معناها يقطع يقطع to chub معناها is to cut something down انت تقطع شيء number two my uncle sells eggs يبيع البيض يبيع البيض يبيع البيض فين at the market number three ecotourists ecotourists السائحون البيئيون don't like to لا يحب ان يسافروا بالطيار to travel by plane number four ثم السؤال ثم السؤال توصيل he was climbing he was climbing يعني هو يتسلق 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 a mountain يتسلق الجبل مباروان we wear sweaters بنلبس sweaters اللي هو عشان البرد امت in the winter في فصل الشتاء she won the كسبت she won the bronze medal bronze medal number three Mexican girls البنات المكسيكيون طبعا بيحبوا الالوان الكثيرة او الزاهية love bright colors number four on page eighty forty eight السؤال بقى اي I am very good at معناها جيد فيه ويأتي بعدها الفعل في اي نجي I am very good at playing handball number one I would like او I would like some نحب بعض ايه I would some apples بليز بعد تفح من فضلك number two اوالسكول يونيفورم اللي هو الزي المدرسة بتاعنا is really smart smart يعني جميل وحل I enjoy working انا بستمتع بالعمل طبعا بستمتع بالعمل in a team in a team يعني في ايه في مجموعة او فريق اللي هو ده العمل الجماعي exercise F dirty water المياه المتسخة كان تستطيع ان هي make children ill بتجعل الاطفال يمرضون طبعا لي بتجعل الاطفال يمرضون هنا ايه dirty water can make children ill number one people in ancient Egypt الناس في مصر القديمة use papyrus to make paper كانوا يستخدموا ورق البرطة حين يصنعهم الورق هذا number two we must think يجب ان نفكر about the future نفكر على المستقبل ونحفظ على البيئة بتاعتنا number three شريف عثمان is famous athlete كان لاعب جميل او is هو لاعب مشهور يبقى number four السؤال الخامس في الواقع الامتحانية هيكون سؤال القطعة اخذوا القطعة ونحفوا الاسئتين one day في يوم من الايام my family and i were driving through the desert to visit my cousins كتاب المدرسة وكتاب المعاصر انهم كانوا يقودوا السيارة عبر السحراء لكي زيارة اولاد عمومتهم بعد 20 دقائق بعد 20 دقيقة I looked out of the window نظرت من الشباك and saw a sandstorm and saw a sandstorm وهي عاصفة رملية soon there was a lot of sand طبعا اصبح هناك الكثير من الرمال in the air outside the car في الهواء خارج السيارة and it was very difficult to see وأصبحت هناك صعوبة في الرؤية we closed all the windows غلقنا جميع النوافذ but it was now very dark ولكن الآن هي أصبحت مظلمة جدا there were other cars on the road أصبحت هناك كان يوجد برضو سيارات على الطريق where are they going to hit us هل سوف يسترموا بنا I was really scared أنا بالفعل كنت خائف scared هنا معناها خائف my father moved the car off the road طبعا نزل السيارة من الطريق and we stopped وتوقفنا we didn't see any more cars لم نرى الكثير من السيارات on the road but the sandstorm العاصفة الرملية moved very slowly تحركت ببطء then suddenly it moved away تحركت بسرعة الحمد لله we saw the sun again رأينا الشمس مرة أخرى and drove on through the desert سؤال يقول choose a correct answer from ABC or D طبعا هم علمنا كيف نحل سؤال القطع there was a not outside the car كان فيه outside the car كان الكلام على sandstorm ما كانش فيه wind ولا rain ولا lightning اللي هو البرق لا كان فيه sandstorm ليعاصفة رملية the underlined word scared 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 معناها خائف أو مرعوب strong قوي أفرد خائف angry غطبان براود فخور طبعا هي أفرد براود اجب على هذه الأسئلة أجب على هذه الأسئلة جايب لي سؤالين سؤال أول ما سيحدث لو كانت عائلة تحرك الساعدة يعني هم قدوا سيارتهم خلال العصافة الرملية ماذا ممكن يحصل طبعا مثل اول حاجة مثل كورينت سي كورينت سي كورينت سي مش هستطيع هم يشوفهم لذارود زارود and cars مش هستطيع أن يشوفهم السيارات أو الطريق طبعا إلا ممكن يحصل they would they would hit ممكن هم يستطيعهم أو يصدموا other cars other cars في السيارات سؤال بعد لماذا كانت صعبة لهم عليهم انظر في السيارات لماذا هناك صعوبة في الرؤية طبعا لأن لأن في الوقت كان كانت الآن جدا 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 لأن كانت الآن جدا 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 ترتيب هذه كلمات نضعها في جملة مفيدة طبعا نبدأ هاو 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 تنس كم عدد المرات اللي بلعبوا فيها لعبة التنس السؤال الثاني عندي التوماتوز ووف وزير طبعا زير بيجي بعضها ار يبقى زير يعني يعني يوجد ار الكثير هناك الكثير طبعا الكثير توماتوز طبعا اللي بعد كنا نبدأ بهو هنقول هو وبعد كده الفاعل طبعا الفاعل القصدي فعل في زمن الماضي لو هيبقى الفاعل في زمن الماضي يبقى يجي بعد هو عادي يبقى هو ميد زشوز كله 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 الرجع نبدأ يبقى اي ام 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 انا موجود في جزيرة الفيرة الشؤال الخامس سيبدأ بدو طبعاً هل لديك اي شجر مانجو هل لديك اي شجر مانجو كوش عمارك السؤال السادس هنقول she was on the floor she was was on on the floor Cloud s المنزل سؤال بعدها نبدأ بسليم هنقول سليم is watching a squash match سليم is watching سليم بيوشاهد a squash match سؤال بعدها هاو أفن كم عدد المرات يبقى هاو أفن does a train in Cairo هاو أفن does a train in Cairo كم عدد المرات Cairo كم عدد المرات السؤال السابع والأخير في الواقع الامتحانية سيكون بانكت وشان بانكت وات the following وكابتال لتر في أول جملة وats تكتب كثيرا وتعمل شرطتين تحت الحرف كابتال what's your favorite تكتب جملة كلها وتكتب جملة كلها ولا ايه ولا حكلمة food كم على السطر فريدة F كابتال وطبعا ده سؤال بدأ بواط بقى نحط في الاخر كوشة مارك نحط على كوشة مارك سؤال بعد please help me carry this bag Adam P في كلمة please اللي بداية الكلمة بداية الجملة please help help me carry this bag آدم طبعا آدم اسم شخص يبقى يعمل حرف A كابتال لتر وبرضو حط فلسطب الزمهية وحبس حط الشرطتين تحت حرف A بتاعت آدم سؤال بعد بقولك elephantine island طبعا E بتاعت elephantine في بداية الجملة كابتال وخلي بالك لو هو مش عامل حرف I بتاع island مش عامله كابتال انا بعمله كابتال لان مهم جدا elephantine island مكان مشهور بتاع عمل E كابتال وحرف I كابتال زي Egyptian Meuseum حرف E Egyptian كابتال وميوزيوم الام برضو تبقى كابتال island is in Aswan يبقى A بتاع Aswan اسم مدينة يبقى عند اتنين هنا وحط برضو نقطة A حرف A بتاع Aswan وحرف I بتاع elephantine سؤال الرابع سؤال الرابع بقول لي Do you live in a city علي طبعا Do حرف D كابتال لتر بداية الجملة Do you live in a city هل تعيش في مدينة يا علي طبعا ده سؤال بقى نحط في الاخر question mark yesterday حرف Y أصلا capital letter لأنها في بداية الجملة في بداية الجملة نعمل حرف Y captain yesterday yesterday I was traveling by boot to Aswan طبعا Aswan اسم مدينة حرف A capital letter في الاخر فرستوب يبقى حرف Y والفرستوب آخر سؤال السؤال السادس بقول ancient Egyptians كمان ancient حرف A يتعامل capital letter وحرف E capital letter ancient Egyptians could work as a fisher men as fisher men bakers خبزين and traders وفي الآخر بحط فرستوب كنا خلصنا اليوم الرابع ان شاء الله في الفيديو القادم نبدأ نحل محافظات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بحطة